قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حققت نهضة تنموية سريعة ما سمح بخلق فرص استثمارية وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب المصرية وأضف أن هذه النهضة التنموية تسهم في تدشين الجمهورية الجديدة وخلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الجزائرية أشار مدبولي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر عن طريق عدد من التشريعات والتي تقدم القطاع الخاص على غيران القانون الجديد للإستثمار وكذلك تعديل قانون الضرائب قد قامت الدولة أيضا باتخاذ قرار مهم وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية بإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات ويتم متابعة تنفيذ ذلك على الأرض الواقع من كل الجهات وعلى صعيد الحوافز فقد توسعنا بشكل ملحوظ في الحوافز الممنوحة للمستثمرين كما يجري إعداد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يمنح للمشروعات التي تنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها أبرزها مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة سويس لنشجع على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية التي نراها مناطق تنموية خلال المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر